سؤالنا اليوم من هو الأفضل من المرشحين الأمريكيين للعالم العربي ترامب الأفضل للعالم العربي هي أطروحة مناظرتنا لهذا اليوم هو يرى في كل مسلم متطرف ويرى في كل عربي قاتل ويرى في كل امرأة رغبة شبابنا في الشرق الأوسط قبل الربيع العربي كان له آمال وأحلام أن يصبح لديه عمل معين أن يتزوج يفتح له بيتا ويعيش حياة آمنة ثم جاء الربيع العربي وما هي طموح الشبابنا اليوم طموحه أن يكون لاجئا في أوروبا طموحه أن يكون في مخيم أم طموحه أن يستشد في سبيل قضية ما بذلك الخطاب وبذلك البرنامج الانتخابي المليء بكل ما هو إقصاء وبكل ما هو مواجهة للآخر بمفاهيم الإقصاء بهذا الخطاب هو يقدم هدية للتنظيمات الإرهابية هدية تستخدمها هذه التنظيمات حتى تستطيع أن تنشر فكرها الإرهابي وإن نشرت فكرها الإرهابي تنشر امتدادها الإرهابي ما نزال نسمع عن دونالد ترامب من هيلاري كلينتون فلنسأل المرشح نفسه ما رأيه لديه الكثير من الأصدقاء العرب والمسلمين فهو ليس ضدهم ولكن الشخص يريد أن يحمي دولته من الإرهاب يا ريت كنا في العراق نحمي بدولتنا من داعش التطرف يكون رد فعله تطرف آخر فبالتالي التطرف من قبل ترامب بالتأكيد سينشأ جيل جديد لديه نزعات متطرفة لرد فعل على ما يحدث في ما يقوله ترامب ولا ننسى أنه بوش وهو من الحزب الجمهوري نفس حزب ترامب هو من أدخل القاعدة ومصعب الزرقاوي إلى بغداد بعد 2003 قالت نهال بأن دونالد ترامب هو لا يدعم بشار الأسد الذي يدعم بوتين ماذا يفعل الذي يتفق مع بوتين ماذا يفعل ليس بداعم لنظام الأسد الاقتصاد هو من يدير السياسة وليس السياسة تدير الاقتصاد نعم خطر إيران عفوا خطر إيران يكاد أن يجتاح الوطن العربي أجمع إن سيطرت إيران الآن على الوطن العربي فبالتالي ستنفذ ما تريده وهو أن ترى الوطن العربي جميعه عبيد أنا بس حبي نهدي الوضع شوي لأنه لا ترامب ولا كلينتون ولا حزب الجمهوري أو الديمقراطي بيقدروا يغيروا السياسة الأمريكية باتجاه إسرائيل بالتالي أي مرشح بيلعب على هذا الوتر هو ما اللي نسميه نحن ضحك على الدؤون خطاب عاطفي ليس بأكثر يا سادة أنا لا أمدح ترامب ولا أقول أنه الأفضل للوطن العربي ولن أقول أنه بمثابة المارد الذي سيغير الأحوال ولكن هناك سيء وهناك أسوأ ترامب سيء ولكن كلينتون هي الأسوأ في الوطن العربي نعم ترامب هو الأفضل للوطن العربي لأنه سيوضح الواجهة السيئة للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سيوحد الشعوب العربية تحت كلمة واحدة ألا وهي من المحيط غربا إلى الخليج العربي شرقا هذا ما نريده وحدة الوطن العربي شكرا بحث كل هذا وذاك لازلتم تقولون بأن دونالد ترامب هو الأفضل للعالم العربي أنا لا أفعل